حطت صهرة الخميس طائرتين عسكريتين للقوات الجوية الجزائرية محملة بشحنة من المعدات الطبية بمطار الجزائري الدولي قادمة من الصين الطائرتين من نوع اليوشين 76 وصلت في حدود الساعة العاشرة ليلة بمطار هوارب مدينة الدولي كما أن الشحنة التي وصلت قدرت بثالثة طن من المعدات الطبية مقدمة كهبة من طرف الصين وبعض المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وكان في استقبال الطائرتين الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية عبد الرحمن رطفي جمال بالأحمد وتدخل هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية رامية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 أصدر والي ولاية قسنطين جملة من التعليمات فيما يخص التصدي لفيروس كورونا وحسب تعليمات الوالي ألزم الوالي المواطنين المتوافدين على كل المحلات والمراكز التجارية بارتداء الكمامات الواقية إجباريا ويلزم المواطنين المتوافدون على المصالح الإدارية بارتداء الكمامات الواقية إجباريا كما جاء في التعليم أنه على أصحاب المحلات والمراكز التجارية إجبار المتوافدين على ارتداء هذه الكمامات ويلزم العاملين بالمحلات والمراكز التجارية أيضا على افتداء الكمامات الواقية وكل مخالف للإجراءات يتعرض إلى عقوبات إدارية بالنسبة لأصحاب المحلات والمراكز التجارية تصل إلى حد الغلق والمتابعة القضائية وغرامة مالية من 10 ألاف إلى 20 ألف دينار جزائري لكل من يخالف هذا الإجراء حسب ذات التعليمة وللتذكير فقد أشار عبر القناة الأولى في الإذاعة الجزائرية وزيد الصحة أن ما يثير مخوفه هو عدد الوفيات الذي قال أنهم يسعون لتقليصه كما اعتبر الوزير أن افتداء الكمامات يبقى الحل الوحيد في الوقت الراهن لاحتواء انتشار كورونا وصدح قائلا أرجو أن تصبح الكمامة كحزب أمان في السيارة يدفع من لا يضعها غرامة وأردف قائلا لا نعلم إن كانت هناك موجة ثانية وأن الخبراء في العالم لا يعلمون ذلك أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات بإطلاق قناة تلفزيونية وطنية خاصة بالتاريخ وجاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الثامن ماي 1945 أن هذه القناة التلفزيونية ستكون سندا للمنظومة التربوية في تدريس هذه المادة التي نريدها أن تستمر راحية مع كل الأجيال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوجه رسالة شديدة لهجة لفرنسا بمناسبة الثامن ماي 1945 وجاء في هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم أيتها المواطنات أيها المواطنون تحية الجزائر غدا الذكرى الخامسة والسبعين لمجازة الثامن ماي 1945 التي كشفت بصفة قطعية عن الوجه الحقيقي للاستعمار الفرنسي الاستيطاني الذي أباد ودمر وأحرق الأحياء وأتى على الأخرار واليابس وهجر وهدك الأعراض وحاول مسخ الشخصية الوطنية وزرع بذور الفتنة والتقسيم لكن وبفضل صمود الشعب البطل شكلت تلك المجازر المنعرج الذي أقنع التيارات الوطنية بأن الكفاح المسلح بات السابيل الوحيد للتحرض واستعادة السيادة الوطنية إن مظاهرات الثامن ماي 1945 التي خرج فيها المواطنون العزل بعشرات الآلاف في ستيف وكالمع وخراطة قبل أن تتوسع على امتداد أسبوعين إلى جهات أخرى من الوطن سقط فيها ما لا يقل عن 45 ألف شهيد وشهيدة بل قد يكون هذا الرقم أكبر بالنظر إلى الآلة الحربية المستعملة من قوات برية وجوية وبحرية إلى جانب الشرطة وميليشيات معمرين المسلحة ضد متظاهرين مسالمين طالبوا السلطات الاستعمارية باحترام وعد قطعت على نفسها بمنح الجزائريين استقلالهم بعد انتصار الحلفاء على النازيين مكافأة لهم على دفاعهم على شرف فرنسا ضد الاحتلال النازي لهم إن القمع الدموي الوحشي للاحتلال الاستعماري الغاشب سيظل وصم طعار في جبين قوى الاستعمار التي اقترفت في حق شعبنا طيلة 132 سنة جرائم لا تسقط بالتقادم رغم المحاولات المتكررة لطبيضها لأن عدد رحاياها تجاوز الخمسة ملايين ونصف مليون رحية من كل الأعمار أي ما يمثل أكثر من نصف سكان الجزائر إنها جرائم ضد الإنسانية وضد القيم الحرارية لأنها قامت على التطهير العرقي لاستبدال السكان الأصليين باستقدام الغراباء كما قامت على فصل الإنسان الجزائري عن جذوره ونهب ثرواته ومسخ شخصيته بكل مقوماتها وإنه لواجب لمؤرخين اليوم استجلاء جميع جوانب هذه المحطة وغيرها من المحطات في ذاكرة الأمة إنصافا لحق الأجيال الصاعدة في معرفة ماضيها بأدق تفاصيله وبأعلى درجات الصدق في النقل وإيمانا منا بأن الأمة التي تحفظ تاريخها إنما تحفظ ذاتها وتزيد في قدرتها على إنضاج الوعي الشعبي في التصدي لمنورات طيارات ولوبيات عنصرية على الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط توقف بها الزمن في عهد غالبته إرادة الشعب إلى غير رجع تضمنت مسودة التعديل الدستوري التي تراحتها رئاسة الجمهورية للنقاش تعديلات تسمح بإرسال وحدات من الجيش للخارج بشروط وهو خيار كان ممنوعا منذ السبعينات ويمثل أحد ثوابت العقيدة العسكرية الجزائرية واحتفظت المسودة المقترحة بنص المادة الثامن وعشرون من الدستوري الحالي التي تحدد مهام الجيش الوطني الشعبي وهي تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها وتطويرها حول الجيش الوطني الشعبي تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية كما يطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري ومختلف مناطق أملاكها البحرية أما المادة تسعة وشرون التي أصبحت المادة واحد وثلاثون فتنص على تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بسيادة المشروعة للجعوب الأخرى وحريتها وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية وأضيفت فقرة أخرى لهذه المادة جاء فيها يمكن الجزائر في إطار الأمم المتحدة الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشارك في عمليات حفظ واستعادة السلام ويعد هذا التعديل المقترح تحولا في العقيدة العسكرية الجزائرية التي ظلت منذ السبعينات تمنع إرسال وحدات عسكرية للخارج وذلك بموجب نص دستوري وجاء في التعديلات الجديدة في معداتها 95 أن رئيس الجمهورية الذي يتولى مسؤولية الدفاع الوطني يقرر إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلاثين من أعرائه وكان هذا الملف محل نقاش كبير خلال السنوات الأخيرة في الساحة حيث رفضت الجزائر المشاركة في عدة تحالفات عسكرية عربية وإقليمية خلال السنوات الماضية بسبب العقيدة العسكرية التي تمنع الانضمام إلى أي عملية خارج الحدود صرح وزير الطاقة محمد عرقاب على هامش اجتماع وزاري وقال تفاؤلنا كبير في عودة التوازن المرجو لسوق النفط خلال السوداس الثاني 2020 سيما أن بعض الدول من قارات مختلفة مثل آسيا وأوروبا وستليها أمريكا جرعت في رفع الحجر الصحي تدريجيا مما سيتبعه اندعاج في طلب كما أشار أن مجموعة الدول أوبيك بلس اتفقت في 12 أفريل الماضي على تخفيض إنتاجها خلال ماي وجوان 2020 مطمئنا أن مدى خلال الجزائر لن تتأثر من هذه التخفيضات ينتظر العالم بأسره الكشف عن مصل أو لقاح لعلاج فيروس كورونا المسجد حيث تتسارع الكثير من البلدان لإيجاده وقد أعلنت شركة صينية عن التوصل للقاح سيساعد في علاج المصابين بوباء كورونا فقد كشف باحثون من مختبر سينوفاك بيوتك في بيكين أن الشركة تستعد لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح بدأت بتجريبه بشريا ويتم حاليا إجراء أربع تجارب من اللقاح على الإنسان بمقدار لا يتجاوز نصف مليمتر ويولد هذا اللقاح عنصر طفيلي خامل اسمه كورونا فاك يهاجم الفيروس وأكدت الشركة المندجة أنه ليس للقاح أي آثار جانبية بعد تجربته على القرادة كما أوضح مدير هذه الشركة المندجة للقاح أنه لا يعرف بالتحديد موعد توزيع اللقاح مؤكدا أن اللقاح سيعطي نتائج إيجابية لكن تقارير كشفت أنه حتى مع النجاح اللقاح في تجاربه الأخيرة لن تتمكن شركة سينوفاك بيوتاك من إنتاج ما يكفي من اللقاحات لعلاج العالم بأسره فيما كشف مدير الشؤون الدولية للشركة أن سينوفاك مستعدة للتعاون مع شركاء أجانب يشترون لقاحاتها الأخرى ضد الأنفل ونزا والتهاب الكبد هذا وقد صدحت الشركة إنها تعمل ليلا ونهارا معلنة أن لديها ثلاث مجموعات عمل مناوبة لمدة 24 ساعة وأكدت أنها لن تضيع أي دقيقة لتطوير اللقاح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة